بس خلينا نأكد على حضراتكم حاجات مهمة وإحنا بنتكلم على الساعة الساعة دي إحنا للأسف لإن إحنا تعودنا على الضيق وتربينا على الضيق للأسف للأسف لازم نعترف بده تعودنا على الضيق في مسألة إن الفرس قليلة ومسألة الموارد قليلة فبنفكر دايما بالأشياء الضيقة فعشان نتعود على الوسع ونفكر بالوسع ونعيش بالوسع وإن الوسع ده محفوظ من الله سبحانه وتعالى لو ما فيش حد يقدر يتدخل فيه ولا يضيق علي لا رزقي ولا تفكيري ولا حياتي ولا أحلامي ولا حد يضيع حلمي حد نعمل إيه؟ أول حاجة ببساطة أنت لازم تعملها وطول الوقت لازم تتعود على الابتسام حضرت النبي لما قال لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن ترقى أخاك بواجه انطلق ما كانش عايز يخلي ده نفعل الشخص اللي أنت بتتسم فواجه بس ده كان شوف وشك لما بتتسم الدنيا بتتسع الابتسامة من أحد أهم الأشياء التي تغسل القلب فتبسم ولذلك كان رسول الله بسبب وسع ما هو فيه إني لست كهيئتكم إني أبيت عند الله ويطعمني ويسقين ولذلك كان لا يرى إلا متبسماً فأي حد يشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم هيشوف الدنيا وسعة فكان رسول الله بيوصل لنا الوسع الذي يعيش فيه إيه بإيه؟ بابتسامته صلى الله عليه وسلم ابتسم بدون مناسبة على الأقل ابتسم خمس مرات كل يوم ابتسم بدون مناسبة ابتسم دي أول حاجة تاني حاجة ومهمة قوي 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 أن أنت كل يوم في الصبح وفي المساء لازم تتذكر بالضبط زي أذكار الصباح والمساء يبقى عندك ذكريات الصباح والمساء إيه ذكريات الصباح والمساء؟ لازم كل يوم تتذكر فرج لله في الصباح وفرج لله في المساء عشان تحس بقدي ربنا وسع عليك من غير حولي منك ولا قوة لما تعيش بدا تتعود بقى فخلاص زاكرتك حاجة التالتة والمهم أن في حاجة اسمها التفكير متعدد وأن أنت تشوف الحاجة من عدة جهات زي ما أنت كده بتكون بتسمعني وشايف أن الحل ده ممكن يناسب لواحد تاني تقول طب وليه طب ما أنا جربه ما جايز لما جربه يتفتح لي باب تاني باب إيه؟ باب إن أنا أفكر في مشكلاتي وفي إدارة مشكلاتي بطريقة تانية التفكير متعدد الرؤى هو ده اللي بيخليك ممكن تشوف وسع ربنا سبحانه وتعالى ده محتاج تدريب لازم تتدرب على التفكير متعدد الرؤى يعني مثلا إيه اللي حاصل حد فاته الجزء الأول من الحلقة إيه اللي حاصل من التفكير متعدد الرؤى أنه هو يقول ده عشان أتعلم بعد كده إزاي أدور على الحلقات وأتفرج على بقية الحلقات يفكر في إيه المنافع اللي ممكن تكون من وراء أي حاجة فاتته تفكير متعدد الرؤى آخر حاجة أنت لازم تعمله عشان تحس بالوسع لازم يبقى عندك ورد من حمد الله على الدوام تحمد ربنا كتير جدا 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 على النعم اللي ربنا أعطالك وتعرف أن وسعك محدش هيقدر يقرب منه الكلام ده هيخليك حاسس بوسع الله سبحانه وأن الوسع ده محفوظ